السلام عليكم متابعي دراما سبورت هل من الممكن تكرار سيناريو شتانجة بال2017 بكاس آسيا والاعتماد على مدرب بديل بعد مباراة أوزباكستان أو بعد مباراة استراليا نعم هذا الأمر ممكن جدا والفيزا ممكن تكون جاهزة وهذا الشي اللي بدنا نحكي عنه بهذا الفيديو لكن قبل ما نفوض بالتفاصيل أتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل الاشتراك بالقناة اتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عب تفاصيل شوف يا صديق العزيز العديد من الناس بعد مباراة ماليزيا صارت عم تكتب ان هكتور كوبر ما رح يستمر وانه البديل صار جاهز والفيزا جاهزة ومن هذا الكلام وبان هكتور كوبر إذا تمت إيقالته فرح نرجع لنفس استوانة المدرب الوطني ومن هذا الكلام وبان الشتانج هيك صار فيه فجابوا الكابتن فجر إبراهي بمكان الشتانج ونحن من المنتخبات اللي ممكن نغير مدرب بدور المجموعات هل هذا الأمر ممكن يصير مع هكتور كوبر؟ نعم بكل صراحة نعم لكن هل يا ترى أي شخص بيتمنى هذا السيناريو؟ إطلاقا يعني لو جيت لرأيي الشخصي أنا بتمنى نجاح هكتور كوبر لأن نجاح هكتور كوبر هو نجاح لمنتخبنا نجاح هكتور كوبر هو واستمرار هكتور كوبر هو نجاح للمنتخب فبالتالي هذا السيناريو إطلاقا ما نحابه إطلاقا مو بيودي أن يشوفه وإطلاقا ما نحابب أن يكون مقتنع فيه حابب هكتور كوبر يستمر مع المنتخب بغض النظر عن أي انتقاد أي كلام نحكيه لكن حابب يستمر مع المنتخب على الأقل لنهاية بطولة كأس آسيا وطالما إذا استمر لنهاية بطولة كأس آسيا بدور المجموعات فبالتالي إن شاء الله تكون النتائج جيدة طيب شو هو الشي اللي ممكن ينقال فيه هكتور كوبر؟ قولا واحدا يعني هذا الأمر ما رح يكون قابل للجدال إذا لا سمح الله تعرضنا للخسارة أمام أوزباكستان 5-0 هون حتى هكتور كوبر بذات نفسه ممكن يقدم الاستقالة هكتور كوبر أمام كوريا الشمالية حقق الفوز وقدم الاستقالة فكيف إذا تعرض الخسارة لا سمح الله 5-0 أو 4-0 أو 3-0 وبنتيجة هزيلة ومستوسية أكيد أكيد يعني يا أما رح يقدم الاستقالة أو اتحاد كرة القدم رح يقيل المدرم فهذا الأمر يعني رايح بهذا الاتجاه لكن إذا مثلا هيكتور كوبر عمل مباراة جيدة أمام أوزباكستان يا عمي تعادلنا أو إذا تعادلنا ممتاز لكن إذا خسرنا بنتيجة 2-1 وقدمنا مستوى نوعا ما مقبول وكان مستوانا جيد وماشين بالموضوع فالشيء البديهي والشيء الطبيعي إنك ما تقيل هيكتور كوبر ما بتعرف شو ممكن يصير بمباراة أستراليا طالما أنت بمباراة أوزباكستان الأولى ما كنت سيئ ما كنت كارثي حتى لو خسرت لا سمح الله بنتيجة 1-0 أو 2-0 أو 2-1 ممكن تعمل شيء قدام أستراليا نفترض على هذا الموضوع أنه في استقرار فني لاستمرار على هذا الاستقرار الفني لكن مثل ما حكينا كمان إذا انت تعرضت للخسارة بالأربعة والخمسة ما رح يكون في استقرار فني انت رح تفوت لمباراة أستراليا لحتى تخسر كمان بنفس النتيجة هذا هو الفارق فبالتالي الأمر يتعلق بنتيجة أول مباراة مباراة أوزباكستان هي اللي رح تحدد مو بس مصير هيكتور كوبر مصير منتخبنا بك أساسية يعني مباراة أوزباكستان هي المفصلية التعادلنا ممتاز جدا التعادل ممتاز جدا إذا فزنا أكيد فرحة ومعجزة وراح تشوفوني عن برقص اليوم يعني بالمباراة رح تشوفوني شخص آخر مختلف تماما وإذا خسرنا حتى لو كانت النتيجة يعني فارق ضئيل بصراحة ما رح يكون مزعوج بشكل كبير بس أسوأ سيناريو ممكن يخص المنتخب أنه نخسر بالنتيجة كبيرة نخسر بالنتيجة كبيرة هذا أكتر سيناريو أنا خايف منه هذا السيناريو حدث مع هيكتور كوبر سابقا لما درب منتخب أوزباكستان أوزباكستان دائما كان منافس دائما قوي بفترة من فترات هيكتور كوبر تعرض للخسارة أمام فلسطين كان بآخر الترتيب الفريق كان مهتر دفاعيا كان أوزباكستان سيء أوزباكستان كان بمرحلة سيئة وكارثية من جميع النواحي يعني بعقم دفاعي وهجومي مع هيكتور كوبر فتمت إقالة هيكتور كوبر لم يصبر الاتحاد الأوزباكي على المدرب لذلك نحن عم نحكي عن سيناريوهات ممكن أن تحدث يعني الناس اللي عم تسأل وعم تحكي هل يا ترى ممكن تتم إيقالة هيكتور كوبر نعم نحن لدينا تجارب سابقة والتجربة ما نبعيدة يعني ببطولة كأساسية الماضية تم إيقالة شتانقة وتعيين الكابتن فجر إبراهيم جابوه من الشام للإمارات والفيزا كانت جاهزة فالموضوع لا تستغرب أي شيء لكن الأمر يتعلق بالنتيجة والفارق بين هيكتور كوبر وشتانقة كبير جدا الفارق بين هيكتور كوبر وشتانقة كبير شتانقة عادي كان ممكن يستمر حتى للمباراة الأخيرة أمام أستراليا لكن هيكتور كوبر من الشخصيات اللي أنا شايف بشخصية هيكتور كوبر بأن إذا تعرض لخسارة كبيرة بيقدم الاستقالة أنا ما عندي شيء يضيفه للمنتخب حاولت عملت اجتهدت ما عم بيطلع معي شيء مع منتخب سوريا ما عم لاقي الأمر واضح أو الأمر جيد بمنتخب سوريا فلاقوا مدرب غيري أنا بالأساس يعني راتبي معهم بأبضوا بشكل مستمر ووضعيتي مع منتخب سوريا غير جيدة يعني نحن متفقين على أمور ما عم بتصير فبالتالي أنا يا جماعة بدي أستقيل إذا تعرض المنتخب السوري لخسارة كبيرة وشاف أنه ما في أمل يعني أنت قدام أزباكستان إذا تعرضت الخسارة قدام أستراليا إنسى عم بنقول خسارة كبيرة الفريق راح يفوت للمباراة تانية ولذلك مباراة ماليزيا كانت مهم جداً أنه كان لازم نعمل فيها نتيجة هل في ناس مثلاً تعتمد على الصور والأجواء مبشرة والأجواء أنا ضد هاي الفكرة بالأساس طبيعي جداً نحن بكل معسكراتنا قبل أي مباراة بتلاقي الناس فرحانة والناس مبسوطة واللعيمة مبسوطين والمباريات الودية وماشي يا شباب ويلا يا شباب لكن ببطولة كأس آسيا لا أشكك بأي لعب لا أشكك بأي لعب أنه رح يقدم المية بالمية لكن هي المشكلة نحن إلى الآن ما نجاهزين لبطولة كأس آسيا فالشيء اللي أنا حاب ببطولة كأس آسيا على الأقل بمباراة أوزباكستان نلعب لحتى ما نتلقى أهداف بصراحة لأن صدمة الأهداف رح تكون كبيرة حتى إذا أنت بدك تتأهل للدور الثاني بدك تفوز على الهند لكن إذا أنت عم بتتلقى أهداف بمباراة أستراليا وأوزباكستان يعني رح تفوت بمعضلة مستحيل تتأهل منها إلى الدور الثاني حتى لو أفست على الهند فبالتالي بمباراة أوزباكستان الدفاع الدفاع ثم الدفاع ممكن تسجل هدف ممكن تجيب هجمة مرتدة وتجيب هدف لكن دفاعنا سيء دفاعنا سيء ها هي المشكلة اللي لازم هيكتور كوبر يحلها ليوم السبت القادم وبظن يعني الوقت جدا ضئيل الوقت جدا ضئيل لدى هيكتور كوبر واللاعبين الموجودين اللي ممكن بخط الدفاع وبحراسة المرمى ما عم بيأدوا إلى الآن الشيء المطلوب لأن انت قدام قرغزستان عم تاكل أهداف قدام ماليزيا أكلت هدفين يا جماعة كل لياتنا حابين أنه نعمل نتيجة لازم نحكي بمنطقية حاليا في مدربين جاهزين لا تولي تدريب المنتخب لا تستغرب هذا الشيء لا تستغرب أي شيء لكن من قناعاتي الشخصية إذا استقال حتى ممكن ما تتم إيقالة هيكتور كوبر إذا استقال هيكتور كوبر ممكن يستمر الكابتن غسان معه كمدرب مؤقت لحتى يتم التعاقد مع مدرب تاني وبذلك نحن عم نرجع لنقطة الصفر لنقطة الصفر لذلك يا جماعة أنا مرعوب من هذا السيناريو عم بحكي لك عنه لكن مرعوب جدا لو بيدي أنا بتمنى استمرار هيكتور كوبر لأن استمرار هيكتور كوبر يعني نجاح المنتخب استمرار هيكتور كوبر بتدريب المنتخب يعني عم بيعمل نتائج ويعني نجاح المنتخب استمرار هيكتور كوبر يعني للدور التاني أو الدور ربع النهائي يعني نجاح المنتخب ونجاح هيكتور كوبر فاستمرار وجدًا مهم أنت قدامك بعد بطولة كأس آسيا قدامك مبارتين قدام ميانمار وبعدها بشهرين قدام اليابان وكوريا الشمالية نحن إلى الآن حتى بالتصفيات إذا نحن عم بنفكر فقط بكأس آسيا الأمر سيء نحن كمان لا عم بنفكر حاليا بكأس العالم حققنا فوز على كوريا الشمالية نعم خسرنا مع اليابان لكن لازم تكون نتائج ميانمار مضمونة ونلعب مباراة كوريا الشمالية نحن إلى الآن ما ضمننا التأهل من هاي المجموعة بعرف أنا عم بحكي بحديث بعيد ممكن يكون عن كأس آسيا لكن هاي هي الرؤية والاستراتيجية اللي لازم نبني عليها هيكتور كوبر استمراره أنا معه استمراره مع نجاحه دائما أنا مع المدرب الأجنبي على فكرة يعني ضد تهمة المدرب الوطني بشكل كامل بس لازم المدرب الأجنبي يكون مقتنع بين منتخب سوريا قادر أنه يوصل للمباراة النهائية أو يوصل للمباراة النهائية شو مباراة النهائية دور تاني أو نوصل لبطولة كأس العالم لازم نشتغل على هذا الشي لازم يكون المدرب يكون مقتنع يعني تصريح عصام الحضري عن كون بين هكتور كوبر بعد مباراة كوريا الشمالية طلب الاستقالة أمر صعب صعب كمتابع كشخص عم يتابع كرة القدم صعب هذا المدرب قبل شهرين عم يطلب الاستقالة قبل بطولة كأس آسيا فهذا الأمر اللي عم بيخلي لي أتوجس خاف هل يا ترى هاي الاستمرارية رح تكون موجودة أنا مع الاستمرارية مع الشغل هلا نحن ما اشتغلنا عام كامل لكن إن شاء الله إن شاء الله نعمل هاي الطفرة والمعجزة ببطولة كأس آسيا ونشتغل ونبني على بطولة كأس آسيا ما بدنا تخلص بطولة كأس آسيا ونبني على مباراة ميانمار يعني صدقا هذا الهاجس الأكبر اللي لازم يفكر فيه أي متابع لكرة القدم وليس مشجع المشجع وظيفته يشجع المنتخب فقط يعني المتابع والمحلل والمدرب والشخص اللي عم بيشتغل بمكان المسئولية لا انت شغلتك تفكر باستراتيجية برؤية هذا المنتخب لوين رح يوصل مو بس نفكر فقط بشكل آني خسرنا قدامه أسباكستان خلاص انتهت كل الأمور مننسى كل شي وانتهى المنتخب وهذا المنتخب ما بيسوى وهذا المنتخب لا يستحق المتابعة لا لازم نبني على هذا المنتخب حتى اللاعبين الاجداد اللي معنا ان شاء الله يستمروا لبعض بطولة كأس آسيا معنا ما يتركون بعد نهاية بطولة كأس آسيا كل هذا الأمر مبني على النجاح نحن مضغوطين بالنجاح محتاجين للنجاح النجاح بطولة كأس آسيا نحن مجبرين على النجاح لا حدا يسخف الأمور بين عادي يعني نحن خرجنا بال2019 بال2019 شو رح يصير اذا طرعنا بال2023 لا يا جماعة لا تستخفوا بهذا الموضوع نحن منحتاج لهذا النجاح منحتاج للفرحة منحتاج انه منتخبنا يربح منحتاج انه نتأهل منحتاج انه هيكتور كوبر ينجح منحتاج انه هذا المنتخب ينجح ممكن الطريقة ما نصحيحة الطريقة اللي يشتغلوا فيها خلال عام كامل ما نهى صحيحة اطلاقا لكن نحن بحاجة النجاح حتى لو كانت الطريقة سيئة حتى لو كانت الطريقة غير صحيحة هذا النجاح المطلوب للاستمرارية للاستمرارية على الاقل نتائج ايجابية امام اوزباكستان استراليا والهند الهند لازم تفوس فيها بطبيعة الحال لكن حتى الهند يعني بالمستوى اللي نحن قدمناه امام ماليزيا ما في شي مضمون يا جماعة صدقا ما في شي مضمون الموضوع ليس تفاؤل وتشاؤم لكن التفكير هل يا ترى الناس الموجودة باتحاد كرة القدم عم بتفكر شو ممكن يصير شو هي السيناريوهات كيف ممكن ينجح هذا المنتخب ما انتوا قلتوا الدوري نحن مالنا على افي بريتوا الزمة بها الدوري السوري هذا الدوري مالنا على فيه ولا يعنينا نحن شغلنا منتخب فهذا المنتخب يزا بيعنيك لازم تكون عندك الرؤية الاستراتيجية شو بدك تعمل بعد بطولة كاسة آسيا وشو رح رح يكون الموقف بعد مباراة اوزباكستان وبعد مباراة استراليا وبعد مباراة الهند وشو رح نعمل في حالة اهلنا وحتى لو اراد لو بده هكتور كوبر يستقيل كيف ممكن نقنع هكتور كوبر بالاستمرار لان التصريح اللي حكا حصام الحضري عن استقالة هكتور كوبر بعد مباراة كوريا الشمالية وقبل انا وصلني كلام هكتور كوبر مستقيل خمس مرات هذا التصريح وهذا الشي خطير جدا هذا الشي خطير جدا انت بحاجة استقرار فني لا حدا يفكر باني انا ضد هكتور كوبر كشخص انا بحاجة استقرار بحاجة مدرب يفكر بهذا المنتخب يشتغل على هذا المنتخب يحسن الحالة الدفاعية كل مباراة يا اما منتعادل يا اما منخسر انا حلمي صار شوف منتخبنا عم يربح مباراة مثلي مثل اي مشجع مثلي مثل اي شخص بيحزن لما ما بيشوف منتخبه عم بيفوز ليش الناس احيانا ايك عم بتلومني على الحدية اللي عم بحكي فيها ما انا متقلم اكتر منك يا اخي مين محابب منتخب ويفوز بكل مباراة حتى هكتور كوبر انا بتمنى يفوز بالثلاث مبارايات لكن عم نحكي لك عن سيناريوهات ممكن تحدث بالمستقبل انت اذا فكرت بشكل صحيح التصفيات القادمة اهم من بطولة كأس اسيا بحد ذات نعم بطولة كأس اسيا مهمة جدا التصفيات القادمة كيف ممكن تبني عليها هذا كل شي حابب احكيه بتمني اعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلام شكرا